بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكو وFXIFY FXIFY الحقيقة عملت شهرة للفترة الماضية شهرة كبيرة للغاية لكن أنا معترض على الشركة في مسألة الاستقطاعات يعني حتى الآن أنا عاوز أعمل بحث مطول عن هذه الشركة لإني مش قادر أفهم الاستقطاعات الكبيرة دي ليه؟ يعني واحد أهو معاه حساب بخمستاشر ألف فربح تسعة تلاف تمنمية تلاتة وتمانية تمام؟ فأعطوه بي قاوت ألف وخمسمية طب والباقي يعني الراجل ده ده عمل عشرة تلاف تسعة وتمانية يعني حداشر ألف فأعطوه تلات تلاف دولار طب فيم التمانية يعني في حاجة ده بقى عمل تمانية وعشرين ألف مية أربعة واربعين فأعطوه خمس تلاف وربعمية وتسعين ده عمل خمسة وعشرين ألف خمسمية خمسة وستين أعطوه أربعة تلاف ستة وستين يا جماعة الكلام ده في غاية الخطور والناس اللي اشتغلت مع الشركات اللي بتستقطع من الأرباح يعني دي أقول لك إيه؟ دي حصرة ما بعدها حصرة لأن أنا شخصيا حصلت معايا في إحدى الشركات استقطعوا معايا ربح تمنيت إن الحساب يخسر والله العظيم تمنيت إن الحساب يخسر استقطاع الربح ده شيء مؤلم أكتر من خسارة الحساب يعني لما تيجي تعمل يعني واحد زي ده ربح خمسة وعشرين ألف دولار خمسة وعشرين ألف دولار خمسمية خمسة وستين تعطيه أربعة تلاف دولار ده أكدوا الرجل ده هيخسر حسابه على طول هيصحب الأربعة تلاف ويخسر حسابه لإن أنت دخلته في سايكل جيت متجرة سيئة جدا راح عليه واحد وعشرين ألف دولار فأنت بتتكلم في إيه؟ هما الواحد وعشرين ألف دول دول بيجوا بالسهل فحاجة عجيبة يعني أنا شايف أكتر من واحد مفيش حد بياخد أبصي ده بقى ده عمل بورفة خمسة وسبعين ألف مية سبعة ستين فأعطوه أربعة تلاف وتمتمية وتسعتاشر إيه؟ إيه بجد ده هندي من الهند؟ إيه؟ يعني مش عارف فأنا بصراحة اللي فاهم الشركة دي بتعمل إيه؟ يقول لنا؟ لأن أنا مش فاهم الاستقطاعات الكبيرة قوي دي آآ ليه؟ فأنا لسه طبعا ده طبعا تلاتين ألف فحصل على اتنين وعشرين ألف ده محظوظ ده الاستقطاع بتاعه بسيط جدا وده ألفين تسعومية تمانية وسبعين فحصل على ألفين مئتين أربعة وتلاتين فده سهل لكن الرجل العمل خمسة وسبعين ألف فيعطوه أربعة تلاف فمش عارف طبعا الشركة عملة دي سكاون أشرين بالمائة أو خمستاشر بالمائة بس أنا عايز أدخل على القواعد أشوف القواعد اللي بتخلي واحد يعمل خمسة وسبعين يسحب أربعة تلاف يعني القواعد دي أنا أنا مصيرة مصيرة لي يعني عايز اللي أنا أعرف إيه القواعد ديت دي قواعد يعني دي قواعد ما مش عارف وحساب بي كان بربعمائة ألف لا لازم أعرف الحكاية دي وبص بقى هو عنده سجل حافل من الناس اللي سحبت آه انت سحبت أنا مش معترض إن فيه ناس بتسحب يعني فيه ناس بتقول لي يا أستاذ علي فيه ناس سحبت من الشركة يا حبيبي أنا مش معترض إن الشركة بتعطي فلوس بس أنا كعالي يوسف أحب أعمل عشر تلاف لو من حق التمن تلاف تديني تمن تلاف لو أعطتني سبع تلاف تسعمية وتسعين هبقى زعلان هو كده زي ما بدي لك حقك تعطيني حقي يعني إيه يبقى حقي عشر تلاف فتعطيني ألفين وتقول لي قصد الصفقات دي أنا مش راضي عنها أنا أصلا مش راضي عنك إنت صفقات إيه اللي انت مش راضي عنها فتعال بقى نشوف بص عندهم سجلة حافل الحقيقة في مسألة الدفع بس سجلة حافل برضو والحاجة برضك المسيرة إن الشركة بتعلنها يعني لم تخفيها يعني بتقول لك آه الرجل ده أبص هنا ده ده بدأ بعشر تلاف آه ده ده محظوص ده عمل بروفة ألف وربعمية خمسة وسبعين فسحب ألف سبعة وخمسين يعني حزفوه كده حوالي ربعمائة دولار ده فده محظوص ده ألفين الفين مية تمانية وستين فلم يعطوه شيئا trabajo يعني عمل ربح ألف من مية ثمانين وستين ولم يارضوه على صفقة واحدة رابحة يعني حاجة فكتب عدد حصر الراجل اللي عمل ألفين ده دي حصرة ألف تلتمية تسعة وثلاثين فحصرة على تسعمية سبعة وتسعين من ماليزيا ما فيش مشكلة الراجل ده 18000 ف14000 يعني هل مثلا كل المتجرين دولت لم يقرأوا القواعد وكلهم بيخلفوا النظام الصفقات مباردو حاجة 18000 فسحب 13500 مش معقولة كل الناس دي مش فهمة 1214 فما سحبش حاجة 6200 سحب 207 يعني شر البلية ما يضحك باكستان يعني حاجة الله العظيم 29400 سحب 13400 طب بتحسبوها ازاي قولولنا ده 1600 لا ما ليكش عندنا حاجة فلا لا بصراحة لا دي عايزة بقى مذاكرة ونشوف الحكاية ايه وتجارب بقى الاصدقاء يعني ياريت الاصدقاء يقولوا ان الشركة دي حكايتها ايه الاستقطاعات دي يا جماعة ايه 22000 ده 16000 ده كويس اللي هو سحب 2000 1800 ماشي مفيش مشكلة 1929 2222 ليه 20755 اعطوه 7000 يعني 13000 دول راحة فين يا جماعة معقولة الراجل ده غلط في صفقات اجمال الربح بتاعها 13000 كتير 1554 اه 27275 اعطوه 5700 لا متعبة متعبة الشركة دي متعبة متعبة جدا لازم نشوف القواعد الخاصة بـ 14456 فاعطوه 1300 ايه مش فاهم انا مش فاهمها 2285 900 لا الاستقطاعات دي هتجيب للضغط يعني 2430 18 ده معقول يعني بس برضو خدوا منه ينهر ابيض 12000 اعطوه 1800 لا مش هكمل مش هكمل لالضغط بدأ يعلى والسكر والغريب في الشركة ان هم اعلنوا ذلك عداش برض يعني اه احنا بنعمل هذه الاستقطاعات فخلينا نذكرها كويس ونشوف القواعد الخاصة بها ويا ريت الاصدقاء اللي يعرفوا حاجة عن هذه الشركة والصحبات الخاصة وايه القواعد اللي بتخليهم يستقطعوا كل هذه المبالغ وانا ان شاء الله هشرح القواعد انا يعني عندي شغف كده اللي انا اعرف القواعد الهلمية اللي بتحذف الاف الدولارات نحاول نشوفها ونعرفها لاني واضح كده اني مفيش حد يفهم القواعد ديت يعني واضح ان الناس كلها اللي دخلت مع هذه الشركة ما حد ش فهم حاجة فخلينا نحاول نفهم امكان احنا نفهم القواعد اللي بتوزيل هذه الارباح وبالتوفيق ان شاء الله هتجد اللينك الخاص بالشركة هتركه لك فيه عندها خاص 20% وخاص 15% بس انتظر وما تدخلهاش الا لما نشوف القواعد يعني هما بيدفعه بس عايز اعرف القواعد ياريت اللي جرب الشركة يقول لنا ويوسر عشان نوصل للمعلومة بسرعة وانا برضو هعمل البحث الخاص عن اشتركوا في القناة